ايه رايك لو قلتلك ان انا هنخليك تحقق صاروة كبيرة جدا من خلال الفيديو ده هتحقق فعلا ارباح عمرك ما حققتها قبل كده من الانترنت من خلال فقط انك تشوف الفيديو ده للنهاية الاسكريين اللي هزر قدامك دلوقتي ده كمان هو جزء من ارباحي على فودافون كاش من خلال الاستراتيجية اللي هنشتغل بها النهاردة فلله بينا نكمل الفيديو بعد الانترا اهلا بيكم شباب رجائنا مرة تانية معكم احمد البابلي من قناة البش مدرس القناة المختصة في فيديوهات الربح من الانترنت والمشاريع الصغيرة وفرص العمل زي ما شفنا كده في مقدمة الفيديو النهاردة ان شاء الله ان احنا هنتكلم عن استراتيجية جبارة تقدر تعملها بتليفونك فقط الاستراتيجية بتاعت النهاردة هي استراتيجية الرحم الانترنت بسيطة مش محتاجة اي راس مال مش محتاجة اي مجهود استراتيجية تقدر تطبقها في اي وقت مش محتاجة عدد ولا حد يشتغل معك الموضوع بسيط جدا ومن خلال الفيسبوك مش هتعمل اي حاجة صعبة وكلنا طبعا عارفين الفيسبوك وهعرفك شوية حاجات كمان ومعنا موقع قوي النهاردة وهنبدأ نعمل شغل وهتكسب ارباح محترمة جدا بالاسبتات زي ما شفت في اول الفيديو قبل بس ما نبدأ الشرح النهاردة اتمنى انك تعمل لايك الفيديو ده وتشترك في القناة وتفعل الجرس واحبة كمان اشكر القناتين دول جدا وهسيب لك الروابط بتاعتهم تحت في صندوق الوصف اتمنى تدخل تدعم القناتين دول لان القناتين دول عملوا لايك على الفيديو الاخير وحطوا لنا كومنت ايجابي وكمان فعلوا الجرس عندنا في القناة واشتركوا وعملوا لايك للفيديو فلو اي عايزني ادعمك زي القنوات دي ابدأ ايعمل زي يوم بزه وكمان احب اقول للناس اللي لسه اول مرة تشتريك معنا او اول مرة تتفرج على فيديوهاتين احنا عاملين مسابقة على على عشرين دولار هيفوز بها اتنين المسابقة دي مستمرة كل شهر في مسابقة هيبقى السحب ان شاء الله يقوم واحد الجاي بس في شروط بسيطة كده للمسابقة هبدأ اذكرها في الفيديو ده اول شرط من المسابقة دي ببساطة انك تبقى عمل لايك للفيديو وعمل اشتراك في القناة ومفعل الجرس ده اول شرطين بقى الشروط انا هقولهم واحنا شغالين كده في الفيديو فاهم حاجة انك تبقى مركز في الفيديو ده ثانية بثانية لان انت لو فوتت ثانية واحدة من الفيديو ممكن اقول شرط معين من شروط المسابقة وبالتالي لو انت معرفت الشرط ده مش هتقدر تشترك معنا فاتمنى انك تتابع الفيديو ده لحد النهاية علشان هتلاقي كده في نص الشرح الشروط بتاعت المسابقة متوزعة فالله بينا نبدأ نخش بقى على الشرح العملي ونبطل كلام كتير ونشوف الشرح النهاردة معنا والموقع معنا اللي هو موقع تاجرلي دوت كوم اه او تاجرلي دوت نت اسف اه كل الروابط واي حاجة انا هشرحها النهاردة هتلاقيها موجودة في اه اللينك اللي موجود تحت فيه صندوق الوصف هتبدأ تلاقي كل الروابط وكل حاجات اللي هشرحها النهاردة مبدئيا كده خليني اكلمك شوية عن موقع تاجرلي بكل بساطة هو موقع بيقدم لك خدمة منتازة جدا هنستخدمها علشان نعمل الاستراتيجية بتاعتنا او علشان نكسب من الانترنت بكل بساطة الموقع ده هتقدر من خلاله ان انت تيبقى عندك منتجات المنتجات دي انت مش تدفع فيها ولا جنيه ولا هتروح تشحنها ولا هتتحرك اصلا من مكانك كل اللي انت هتعمله ان انت هتاخد منتج من الموقع ده المنتج ده انت هتحط سعر معين انت عاوزه يعني نفترض مسلا ان في واحد اسمه محمد محمد ده صاحبك ومحمد ده عاوز اشتري مسلا اه كيبورد جديد فكل اللي انت هتعمله بكل بساطة ان انت هتقول لمحمد طب تمام انا هخلي لك الكيبورد ده يجي لك اللي انت عاوزه بالماركة اللي انت عاوزها بنفس النوع وهيوصلك لحد البيت هيقول لك طب ماشي فيش مشكلة طب بكامي عمل حاج انت ساعتها تبدأ تعمليه تدخل على موقع تجري هتلاقي وليكن مسلا الكيبورد ده عامل اه مسلا خمسين جنيه انت حطيت على تمن الكيبورد ده عشرة جنيه ليك انت فهتبدأ ان انت تبعت لمحمد الكيبورد ده هيوصله بتمن ستين جنيه الموقع هو اللي هيوصل المنتج وهو اللي هيعمل كل الحاجات ده وهيشحن وهيزبط الدنيا وهتواصل مع محمد ويبعث له المنتج انت كل اللي انت عليك هتحط بيانات محمد بس زي اسمه وعنوانه ورقم تلفونه وكلام ده المنتج او الموقع هيبدأ ان هو يوصل المنتج لمحمد صاحبك واول محمد ده يستلم المنتج في ايده انت هتاخد العشرة جنيه بتاعتك من الموقع فبالتالي انت ما عملتش اي حاجة كل اللي انت عملته كنت وسيط ولا انت بتمتلك المنتج ولا انت معاك اي حاجة ولا عندك موقع ولا اي حاجة كل اللي انت عملته ان انت بلغت الموقع بس بالوردر فتعالا بقى نشوف الاستراتيجية دي وازاي همطبقها على الفيسبوك وهنكسب منها ارقام محترمة جدا شهرية زي ما احنا شايفين ده الموقع معنا النهاردة موقع تاجرلي دوت نت هتبدأ تلاقي اللينك تحت في صندوق الوصف زي ما لك بكل بساطة هنا لو عايز تقرأ اكتر عن الموقع وتعرف هو شغال ازاي وكل الكلام ده فيش اي مشكلة لكل اللي احنا هنعمله ان احنا هنسجل حساب في الموقع تقدر تسجل من خلال الفيسبوك او تقدر تدوس هنا على تسجيل جديد وانا ارجح لك انك تدوس هنا اكتر على تسجيل جديد وده لسبب بسيط لان الشرط اللي هو التاني معنا في المسابقة هو انك تبقى مسجل في موقع تاجرلي وتكتب بتاعك هنا او اسمك وتبدأ ان انت تحط لنا بتاعك او اسمك اللي انت سجلت به تحت فيه الكومنتات بتاعت الفيديو علشان السحبة هيبقى ده شرط من شروطه هتبدأ بكل بساطة هنا انك تكتب الاسم وهنا رقم التليفون وهنا تكتب البريد الالكتروني او الايميل بتاعك وتحط بصورد قوي وتعيد البصورد من رقمان وتدوس على العلامة دي وتدوس على تسجيل بكده هيجي لك ايميل يقول لك مبروك انت سجلت معنا في تاجرلي وبنشكرك جدا ويلا ابدأ شغل هتبدأ شغل ازاي تعالى انت خل بقى نعمل تسجيل دخول في الموقع نشوف هنعمل ايه هتبدأ هنا تدوس على اسم المستخدم الالكتروني هتكتب الاسم بتاعك او الايميل زي ما قلنا وهنا هتكتب كلمة السر او البصورد اللي انت اخترته وتبدأ تدوس هنا على تسجيل دخول وممكن تدوس هنا على تذكرني عشان يبدأ الموقع يحفظ الكلمة بتاعتك او يحفظ الاكاونت بتاعك ويدخلك اسرع في المرات اللي بعد كده هيفتح معنا الصفحة دي زي ما احنا شايفين يا شباب ومفيش مشكلة خالص هتبدأ هنا بيقولك ان الموقع آآ وصل لتلاتين الف يعني الموقع عمل تلاتين الف مبيعة باع تلاتين الف منتج فاشي حاجة بيسا جدا مشاكل هنا بيقولك انت ممكن بقى ايه يعني بتقعد بقى ايه لو انت اول مرة لك في الموقع وبتاعد تجاوب على الاسئلة دي ويعرفك بقى الموقع ماشي ازاي والدنيا دي كلها ما فيش ايه مشكلة طب في منتج معين انت كواحد محتاجه المنتج ده انت هتجيبه منين هتبدأ تكتب هنا اسم المنتج وتدوس على بحس هتلاقي المنتج او لو في حاجة معاناة هنا انت عاوز قصدي سؤال او حاجة اسف ده للدعم الفني لو في سؤال او اي حاجة انت عاوز تعرفها هتدوس هنا على بحس او هتدوس هنا على التواصل والشكاوي والكلام ده كل ما فيش مشكلة هنا دي الصفحة الرئيسية بتاعتي اللي فيها رقم تليفوني والايميل بتاعي وكل حاجة اللي انا آآ مسجل بيها هنا هتدوس على الرئيسية زي ما احنا شايفين يا شباب هنا عامل الموقع شوية مسابقات كده وبيدي آآ الف جنيه للناس معاناة فازت في المسابقة دي خلينا ندخل هنا زي ما انت شايف دي كل الاقسام اللي موجودة في الموقع الحاجات اللي تقدر تشتري وتبيع فيها في الموقع احنا مسلا زي ما قلنا احنا عاوزين حاجة آآ نبيعها مسلا هنبدأ ان ننزل تحت هنا زي ما انت شايف دي بيانات البحث اللي انت عايز تحط مسلا سعر معين للحاجة اللي انت عاوزها اسمه معين وهكذا المهم هتدخل تلاقي المنتجات اللي متوفرة او المنتجات اللي موجودة عندنا في الموقع ده مسلا شباب خلينا ناخد مسلا منتج زي مروحة السيارة اللي هي او التكييف الزغار ده اللي هو بيطلع هوا سخنة هوا بارد وده هينفع جدا في الوقت اللي احنا فيه مسلا انت هتاخد المنتج ده تشتغل عليه هتبدأ تدوس هنا على المنتج المنتج بيقولك هنا ثمنه مية وعشر جنيه ده التمن اللي واقف عليك يعني ايه ده التمن للموقع ذات نفسه بيقولك انا هياخد الرقم ده فانت بقى لو عايز تكسب ابدأ ان انت زود سعر آآ المنتج هتبدأ هنا تلاقي كل بيانات المنتج ما فيش اي مشكلة وهتلاقي هنا احصائيات عن آآ المنتج ده وبيقولك فيه كام واحد موجود عند الشركة فيه خمستاشر قطعة متوفرين وسعر القطعة مية وعشر جنيه تقدر بكل بساطة انك تضيف المنتج ده للسلة علشان تبدأ تدخل تشتغل على المنتج ده انا بديك مثال يا شباب تمام فانا ممكن تدوس ايه على عربة السلة او متابعة التسوق على حسب لو لسه عايز تحط اي اردارات تاني هنبدأ نرجع هنا يا شباب بيقول لحضرتك هنا المنتج سواني نقفل دي بيقولك هنا المنتج بمية وعشر جنيه انت حاطة الكمية كمية واحدة بس او كتعة واحدة بس بمية وعشرة جنيه الاجمالي السعر غير شامل الشحن مية وعشرة جنيه ادخل عنوانك وفيه عشرة في المية عمولة يعني بيقول لحضرتك هنا زي ما انت شايف الاجمالي هنا بيقولك الاجمالي مية واحد وعشرين جنيه يعني انت هتاخد على المنتج ده عشرة في المية عمولة اللي هي تقريبا عشرة جنيه عمولة او حداشر جنيه عمولة زي ما احنا شايفين ده لما انت تبدأ ان انت تبيع المنتج ده من على المنصة. طب هنا انت بقى هتوصل المنتج ده ازاي? هتبدأ هنا انت تحط الدولة والولاية مثلا القاهرة ايا كان. والسيتي اي حاجة. تمام? وتبدأ ان انت هنا. فهينا بيقول لحضرتك ان سعر المنتج بعمية وعشرة الشحن للقاهرة تلاتين جنيه. وانت هتاخد عمولة على المنتج ده اربعتاشر جنيه. هتدوس هنا على اتمام الطلب ومش عارف ايه. وهكذا علشان تبدأ ان انت تودي الطلب. طبعا البيانات اللي انا حطيتها دي انت هتحط بيانات الشخص اللي هو عايز منك المنتج. زي ما احنا شايفين هنا. زي ما انت شايف هنا. بيقول لحضرتك المنتج اهو. السعر بدون الشحن مية وعشرة. الشحن تلاتين. انت هتاخد عشرة راف المية عمولة. والاجمالة مية اربعة وخمسين جنيه. ده اللي المستلم هيدفعه. طب هيدفع ازاي? هيدفع عند الاستلام. وتدوس هنا على اكمال الطلب وتبدأ تحط هنا كل البيانات بتاعة الشخص ده. اسمه رقم موبايله ورقم موبايل تاني لو معاه. وعنوانه والمحافظة بتاعته وشركة الشحن اللي انت عاوزها اراميكس ولا ايه بالزبط. افش غير اراميكس اصلا ما هتبدأ ان هنا تدوس ان نوع عملية الشراء دي جملة والله قطاعي. تبدأ تختار كل الكلام ده كله. وتبدأ هنا ان انت تدوس ان انت تدوس على اكمل الطلب. وبكده انت المنتج ده هيوصل للشخص اللي انت استهدفته او الشخص اللي هو قال لك انا عاوز المنتج ده وهتبدأ ان انت تاخد العمولة بتاعتك دي من الموقع يعني الاربعتاشر جنيه دي اول ما الشركة تسلم للعميل المنتج في ايده ويدفع الفلوس انت هتلاقي ظهر لك في الرسيد بتاعك اربعتاشر جنيه وتقدر ان انت تسحب الفلوس دي على فدافون كاش. طب خليني بقى هنا نوصل لحاجة مهمة جدا. طب انا يا عام الحاجة عرفت كل حاجة دلوقتي. المفروض بقى انا هكسب ازاي وهجيب زباين ازاي للخدمة دي. بكل بساطة وبكل سهولة احنا عندنا على الفيسبوك حاجة اسمها لو انت واحدة بتضع الفيسبوك كتير فهتلاقي قسم كده موجود في الفيسبوك اسمه القسم ده مليان بالمنتجات اللي بتتبيع. طب هتقول لي طب ايوة برضو هستفدي ازاي. تعال هندخل سوا كده هنا على زي ما احنا شايفين يا شباب هنا ده او صفحة بتاع الفيسبوك عندنا. اه هنا طبعا بيزر لك اهتماماتك يعني كنت بحاس على شواء او كده فيجيب لي شواء هنا في الاهتمامات. انت بكل بساطة تقدر ان انت تدوس هنا على بيع شيء. انا بشرح طبعا من الكمبيوتر لكن انت تقدر بكل بساطة انك تستخدم الموبايل بتاعك وهيبقى اسهل بكتير. انا مجرد بشرح بس عشان الجودة تبقى اعلى واكيد الناس اللي متابع معانا فهم الكلام ده. قبل ما ندخل في اه طريقة ازاي تبيع منتج على الماركت بليس. خليل له تقول لك الشرط اللي معانا برضو للمسابقة هو انك لو مش مفعل الجرس على القناة سواء انت مش اشترك او مش مش اشترك لو حتى مفعل الجرس على القناة الغي الاشتراك واشترك من الاول وفعل الجرس مرة تانية علشان الفيسبوك او القصد اليوتيوب مش بيوصل الفيديوهات بتاعتي لكل المشاهدين فاتمنى لو انت بفرج على الفيديو دلوقتي حتى لو انت مش اشترك في القناة اتمنى انك تلغي تفعيل الجرس وتلغي الاشتراك وتبدأ ان انت تشترك من الاول وتدوس على تفعيل الجرس وتختار كل الاشعارات او قول عشان يبدأ يوصلك كل فيديوهاتي. تعاني ادخل تاني ده شرط اخلي بالكم من شرط المصابقة اللي انا قلته من شوية. تعاني ادخل تاني هنا يا شباب للمنتج اللي احنا هنشتغل عليه. زي ما احنا شايفين خلينا نرجع بقى تاني للمنتج. زي ما احنا شايفين يا شباب دي صفحة المنتج اللي معانا. اللي هي مروحة سيارة مش عارف ايه. هتبدأ تاخد كل الكلام ده يعمل حق. وتبدأ ان انت تدخل هنا تحط في ماء المنتج اللي هتبيعه او ايه هو المنتج هتحط العنوان ده بالزبط. السعر بتاع الحاجة دي هتبدأ ان انت تحط السعر اللي هو مسلا اه التوتل بقى اللي احنا قلنا عليه اللي هو المية اه اربعة وخمسين جنيه وهتكتب كمان ان الشحن مجاني لان كده كده فيه تلاتين جنيه شحن شاملة المية وخمسين جنيه وفيه اربعة عمولة لك انت فهتبدأ ان انت هنا تكتب آآ سعر المنتج مية اربعة وخمسين جنيه وتبدأ ان انت تحدد فئة المنتج ده هو عبارة عن ايه هو عبارة عن اجهزة الكترونية مسلا وهتبدأ هنا انت تقول هل المنتج ده في منه قطعة واحدة ولا في منه كتير فانت ممكن تدوسوا انه متوفر وفي منه كتير جدا طب الوصف هتكتب ايه في الوصف هتبدأ هنا انك تحمل كل نسخ ليه الوصف المكتوب ده زي ما احنا شايفين كده انت مش تخسر اي حاجة زي ما احنا شايفين كده شباب احنا عملنا كل الحاجات او كل الوصف بتاع الموضوع ده هيقول لك هنا طب حط صورة للمنتج يعمل حاج هنجيب صورة للمنتج منين بكل بساطة في سور كتير للمنتج زي ما انت شايف ايه هتبدأ هنا انك تاخد الصورة دي وتبدأ ان انت تحفظها عندك على آآ الكمبيوتر تبدأ تخد لك صورتين ولا تلاتة كده وتبدأ انك تحفظهم زي ما انت شايف وشكل المنتج وشكل الكارتونة والكلام ده كله تمام كده احنا خلصنا هتبدأ تاني انك تروح تدوس هنا على اضافة صور مسموح لك تضيف لحد عشر صور هبدأ ان انا اضيف الصور اللي انا كلها زي ما احنا شايفين كده انا خلصت كل حاجة هبدأ ادوس على التالي وهستنى يا عم الحاج هنا بيقول لك ممكن تنشر في الحاجات دي لا انا مش عايز انشر في جروبات انا عايز بس انشر هنا في كده المفروض ان انا انشرت المنتج بتاعي وهيتم مراجعته من الفيسبوك وهيبدأ ان هو اتنشر بكل سهولة طريقة زي ده شباب انت شايف منتجة هوت حط انا مش هخسر اي حاجة كل اللي انت هتعمله ان انت هتدخل كل يوم على الموقع بتاعنا ده انت عندك الاف الاف من الحاجات اللي ممكن تشتغل فيها تقدر تاخد كل يوم مسلا خمس او عشر منتجات تعمل لهم بوستات على الماركت بل اسمن تليفونك بقى وانت قعد في المواصلات وانت مأنتخ كده ونايم عالكنبة تبدأ ان انت تاخد شوية منتجات تعمل لهم نشر على الفيسبوك وتبدأ من خلال الطريقة دي انك تستنى يعمل حاج رسائل الناس اللي هتجي لك على الفيسبوك في ناس كتير هتكلمك وتقول لك انا عاوز المنتج ده عاجبني المنتج ده هتقول لهم فيش مشكلة هبعت لك المنتج واحنا كمان لسنة نكتب ان الشحن مجاني فاحنا كنا ممكن نكتب بس انا نسيت ايه ابدأ اكتب ان الشحن مجاني عشان دي بتعجب الناس جدا وهتلاقي اردارك كتير كتير بتجي لك وهتلاقي هي ناس بتطلب اكتر من قطعة يا ممكن حد يطلب مسلا عشر قطع من المنتج ده فبالتالي انت عملتك هتضاعف عشر مرات بدل الاربعتاشر جنيه هتبقى مية واربعين جنيه وانت ما عملتش اي حاجة طبعا اعذروني ان انا بشرح بالجنيه لان الموقع مصري والعملة بتاعته جنيه وانا ببيع هنا على بالجنيه فبكل بساطة هتبدأ ان انت كل يوم تدخل تحط شوية منتجات هيبدأ الناس يتواصلوا معاك على الرسائل يا عم الحاجة احنا عاوزين المنتج ده فيش مشكلة يا فندم هتقول له ابعت اسمك اللي انت آآ يعني اللي انت هتستلم بالمنتج او اسم الشخص اللي هستلم المنتج وعنوان آآ التوصيل اللي انت عاوز يوصل عليه المنتج وابعت لي رقم موبايلك وبس كده عمل حاجة هتقول له سعر المنتج قد كده هيوصلك في خلال مسلا تمانية واربعين ساعة هيبدأ المنتج يوصل اول ما هو هيدفع اقول له كمان في معاينة والدفع عند الاستلام وشحن مجاني وكل الكلام ده اول ما المعلم ده يدفع الفلوس انت هتلاقي العمولة بتاعتك سماعت هنا في الموقع طيب بعد بقى ما يبقى الراسيد بتاعك وصلك بسلام على الموقع هنا تبدأ تدوس هنا على خانة سحب الارباح عشان تبدأ تسحب ارباحك او تاخد فلوسك اللي انت حققتها من غير ما تتحرك من بيتك والفلوس اللي انت حققتها من غير ما تعمل اي حاجة ولا اي مجهود ولا تشتري منتجات ولا تروح توصلها ولا اي حاجة بكل بساطة عبارة عن يعني المهم هتدخل هنا على صفحة تسحب الارباح هنا بيقول لك بيانات التحويل الاسم الرباعي ويرقم البطاقة والكلام ده كله هتبدأ تدوس هنا على الخانة دي عشان تعدل وتديف بياناتك بعد ما ندوس هنا علشان نبدأ بقى نحط البيانات بتاعتنا بتاعت سحب الارباح هيدخلنا على صفحة زي دي كده هتقدر بكل بساطة هنا انك تحط بياناتك رقم تليفونك واسمك وبريدك الالكتروني وتبدأ هنا لو عندك اه صفحة فيسبوك تحط الرابط بتاعها لو عندك موقع الالكتروني حط اللينك بتاعه هنا بيقول لك حدد طريقة استلام الاموال بتاعتك عاوزها على محفظة ولا عاوزها على تحويل بنكي المحفظة دي يا شباب اللي هي والحاجات دي كلها فانت هتحدد هنا اسهلك فودافون كاش وتحط هنا رقم الفودافون كاش بتاعك او الزير وعشر بتاعك وتبدأ تدوس هنا على حفز البيانات وهنا لو عايز تغير بتاع الموقع بتاعك ما فيش اي مشكلة وبالتالي هنا هتبدأ ان انت تحقق ارباح مع الطريقة دي طريقة بسيطة جدا وسهلة وتعال نخش الاخر حاجة في اه الشروط بتاعتنا بتاعت المسابقة الشروط دي انك تكون زي ما قلنا قبل كده عامل لايك الفيديو وعمل اشتراك وفعل الجرس حاجة كمان يا شباب نسيت اقول لكم هي اصلا ان المسابقة بتاعتنا على التليجرام فتدخل تشترك في قناة التليجرام اللي هتلاقيها موجودة تحت في صندوق الوصف دي هيتم عليها السحب وعشان تعرف هل انت فزت بالمسابقة دي اصلا ولا لأ وشارط اساسي من شروط المسابقة هو انك تشترك في قناتي التانية القناة اللي انا ببدأ ان انا انزل عليها اصلا اه زي ما نقوله كده فيديوهات الفيديوهات دي اللي ببدأ اعمل فيها سحب الناس اللي فازت عشان تعرف انت فزت ولا لأ هسيب لك برضو الرابط تحت موجود في صندوق الوصف لفيديو موجود على قناتي التانية وهسيب لك قناتي التانية تقدر تدخل عليها تشوف مين الناس اللي كسبت قبل كده وتتأكد فعلا ان احنا بندفع للناس دي والن المسابقة شغالة معانا للابد ان شاء الله ربنا يدينا قديكم طولة العمر بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو بسيط واستراتيجية نكحة جدا تقدر تحققها من وتربح منها ارباح كبيرة جدا من الانترنت وتعملها بموبايلة فقط شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة